جولة المحادثات في الكويت بشأن الأزمة اليمنية تتعثر الحكومة علقت مشاركتها في المشاورات واعتبرت أن استئنافها يعتمد على تصحيح مسار التفاوض والأحداث على الأرض ونوهت إلى أن وفدها جاء إلى الكويت أملاً في تحقيق انتقال سياسي ينبني على القرارات الدولية المتعلقة بالأزمة بحيث لا يكون فيه بقاء للانقلاب أو نفوذ للميليشيا وفد الحوثيين والمخلوح بدى غير مكترث لتحفظات الوفد الحكومي وكالعادة اعتبر مجيئه إلى الكويت فقط من أجل إضفاء الشرعية على الانقلاب ففي الوقت الذي يجري الحديث عن ضرورة تسليم السلاح والانسحاب من المدن والمعسكرات والمؤسسات تعكس تحركاتهم على الأرض وهم الحديث عن هذه النقاط فكيف بمن يضاعف من ترسانته العسكرية أن يذهب لتسليمها في الوقت نفسه وكيف لمن يكثف القصف أن يجلس على طاولة الحوار بنية خالصة تؤمن بالحل السلمي تعثرت المشاورات وما تزال في نقطة الصفر بعد عشرة أيام على انطلاقها فلا جديد حتى هذه اللحظة باستثناء ما كشف عنه المبعوث الأممي مر أن قدمتها الأطراف فيما يخص المرجعيات التي تستند عليها المشاورات مصادر في الوفد الحكومي قالت إن وفد الميليشيا يصر على تقديم الجانب السياسي وتشكيل حكومة قبل البدء بالإجراءات الأمنية التي نص عليها القرار الدولي بينما تتمسك الحكومة بتنفيذ النقاط الخمس المتمثلة في الانسحاب من المدن وتسليم السلاح ومؤسسات الدولة والإفراج عن المعتقلين ومن ثم مناقشة الخطوات السياسية أجوال جلسة كانت إيجابية وبناءة والجدير بالذكر أن كلا الورقتين تضمنتا الالتزام الكامل بالقرار الـ 2216 وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومبادرة مجلس تعاون الخليجي ومخرجات الحوار الوطني المتفائل الوحيد بهذه الاجتماعات العقيمة حتى الآن هو المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد لا أحد غيره يتوقع حدوث أي تقارب وشيك بين الأطراف الفاعلة في الملف اليمني وبعيدا عن التفاؤل المفرط الذي يعبر عنه ولد الشيخ في مؤتمراته الصحفية ليس هناك في الواقع ما يدعمه لا في جلسات المشاورات ولا في جبهات القتال ترجمة نانسي قنقر